مصادر لشبكة CNN تقول بأنه رغم هدوء الدعوات باختيار مرشح بديل لبايدن إلا أن هناك أصوات تتعالى داخل قيادات الحزب الديمقراطي لدفع بايدن للتنحي من بين الجهود المبذولة ومذكرات من ستانلي جرينبيرغ أحد خبراء استطلاعات الرأي الديمقراطيين المخضرمين يقول فيها أن بايدن في طريقه لخسارة الانتخابات بطريقة مدمرة تضرب المرشحين الديمقراطيين الآخرين هذه المذكرات شاركها جرينبيرغ على مدى أسبوعين ماضيين بعد أداء الرئيس الضعيف بالمناظرة حيث لا ترى أغلبية ساحقة من الناخبين أنه قادر على البقاء بالمنصب لأربع سنوات أخرى بحسب CNN هناك أيضا العديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين واصلوا الضغط وحثوا كبار مستشراي بايدن على إقناعه بالتنحي والنظر بالأضرار التي قد يلحق بإرثه الخطر يمتد إلى خسارة الأغلبية بمجلس الشوخ واستمرار سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب ويترقب الديمقراطيون استطلاعات رأي حول أداء بايدن بعد مؤتمر الحزب الجمهوري الحالي